ازاي سيطر على السكر والضغط وحافظ عليهم مايرتفعوش لان ارتفاع نسبة السكر في الدم حاجة خطرة جدا وكمان ارتفاع نسبة الضغط شي مش كويس بيسبب تلف اعضاء مختلفة في الجسم لو ما تحكمش في المستويات الطبيعية ليه ويؤدي لامراض القلب والسكتات الدماغية وفي حالات تانية بيسبب بها مرض السكر زي تلف الاعضاء الداخلية زي الكلا والعينين وغرها وطبعا برضو مرض الضغط جنب الى جنب الادوية المفروض ان احنا نستخدم علاجات منزلية بتحاول تزبط لنا الدنيا شوية زي الكركم من افضل البهرات وليه فوائد وبيحتوي على الكركمين وبيخفض مستوى السكر في الدم والقرفة برضو من التوابل اللي بتخفض الضغط وكمان السكر وليها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والتوم رائع جدا برضو بيفضلوا ناس كتيرة لانه بيقلت ضغط الدم والحلبة معروفة عنها انها مشروب صباحي خاصة مفيد جدا بيساعد في تقليل مستوى سكر الدم ورائع للاشخاص اللي بيعانوا من السكر من النوع التاني شاف الله كل مريض اشتركوا في القناة